في هذا الدرس راح تتعرفون على بعض الميثود من السترينج كلاس هنا عندي فاريبل من نوع سترينج وعنده هذا الفاليو أول شي راح تتعرفون على start with method فأكتب message.startwith أفتح القوسين أخلي double quotation وأكتب welcome هذا الميثود startswith يعمل check على هذا النص المسج ويشوف هل هذا المسج بدأ مع هذه الكتابة مع welcome will return type multi من نوع boolean فأقدر أحفظ النتيجة في variable من نوع boolean فأكتب هنا boolean startwith فرح يعطيني true أو false إذا هذا النص المسج يبدأ startwith مع هذا النص أو هذه الكتابة راح يعطيني true وإذا ما يبدي مع هذه الكتابة ينطيني false console write line startwith حاليا هذا النص المسج يبدأ مع welcome فرح يعطيني true أعمل run لاحظ true جميل إذا أكتب بدلا من welcome hello أعمل run ينطيني false صحيح لأن هذا المسج ما يبدي مع hello فينطيني false إذا أكتب w w capital أعمل run ينطيني true صحيح هذا المسج النص يبدي مع w capital إذا أعطي w الصغير يعني lower case طبعا راح ينطيني false يعني لازم يكون capital ولكن إذا بالنسبة إليك ما كان مهم الحروف الصغيرة أو الكبيرة قبل startwith تكتب dot to lower يعني أول شي to lower راح يحول المسج إلى lower case بعدين startwith يعمل check وبالنهاية يعطينا result أعمل run أعطاني true جميل وأيضا عدنا مثل آخر اللي هو endwith أكتب message dot endwith الendwith يعمل check على نهاية الاسترينج أعطينا المسج يعمل check على نهاية الاسترينج أعطي arp فرح يعمل check ويشوف هل هذا النص المسج ينتهي مع arp وطبعا return type مالتا boolean true أو false فأكتب إحنا boolean endwith console write line endwith أعمل run انطاني true صحيح لأن هذا المسج ينتهي مع هذه الكتابة arp صحيح هذا الشي إذا أعطي p وأعمل run يعطيني true لأن هذا المسج ينتهي مع p فعرفنا start with يعمل check على بداية النص ويشوف هل هذا النص يبدأ مع الارجومنت اللي أعطينا وال endwith يعمل check على نهاية النص ويشوف هل هذا النص ينتهي مع هذا الارجومنت اللي أعطينا إذا كان صحيح رح يعطينا true وإذا كان غير صحيح رح يعطينا false كنتيجة أعمل comment لكل هذا وأنطيك مثال آخر عن مثل آخر في string class أدنا مثل يسمى ب contains اكتب message dot contains المسيج هو الstring مالتنا والcontains هو method من class string يشتغل على string أو النص الcontains ياخذ value من نوع string ويعطينا boolean value كنتيجة أخلي double quotation وأكتب two هذا الcontains رح يبحث في هذا النص ويشوف هل هذا النص التو موجود في هذا أم لا إذا كان موجود رح يعطينا true وإذا كان ما موجود رح يعطينا false فأحفظ النتيجة في variable من نوع boolean وأكتب is وأسمي is contain console right line is contain أعمل run ينطيني true صحيح لأن two موجود في هذا النص إذا أكتب come أعمل run true صحيح لأن come موجود في هذا النص هنا هذا موجود إذا أكتب hello طبعا الhello ما موجود في هذا النص فرح ينطيني false جميل أعمل comment لهذا وانطيك مثال آخر عن method آخر عدنا method آخر يسمى remove remove هذا الremove يريد مني start index أعطي اثنين ويريد مني count أعطي ثلاثة هذا method remove يشتغل على النصوص أول argument أعطيته اثنين والثاني argument أعطيته ثلاثة أول parameter يعني start index والثاني parameter يعني count هذا remove رح يبدأ من index الرغم الثنين من هذا النص ورح يمسح ثلاثة حروف أو ثلاثة character يعني رح يبدأ من L ورح يمسح L وال C وال O لأن هنا كتبنا اثنين يعني ابدأ من index الرغم الثنين L هو موجود في index رغم الثنين وقلنا لأ امسح ثلاثة حروف يمسح L وال C وال O ورح يعطينا string جديد كنتيجة فأقدر أحفظ هذا وين في variable من نوع string string new message console write line new message اعمل run للبروغرام لاحظ مسح L وال C وال O جميل هذا remove اعمل comment لهذا وانطيك مثال اخر عن مثل اخر في الدروس السابقة تعرفت على trim مثل اكتب console dot right line message dot trim trim يمسح المسافات من اول واخر النص هذا trim ايضا عدنا مثل اخر يسمى ب trim start console write line message dot trim start وايضا trim end trim يمسح المسافات من اول واخر النص وال trim start يمسح المسافات من اول النص فقط وال trim end يمسح المسافات من اخر النص هذا الفرق بياناتهم trim يمسح من الاول والاخر يعني يمسح المسافات وال trim start يمسح فقط من الاول وال trim end يمسح فقط من اخر النص اعمل run البروغرام لاحظ trim end ما مسح المسافات من اول النص جميل شكرا لكم واشوفكم في الدرس القادم اشتركوا في القناة